يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بطلب من فرنسا للتباحث في الوضع المتدهور بشرق حلب يأتي ذلك في مقالة المعارضة المسلحة إنها لن تنسحب من مناطق سيطرتها شرقية المدينة مؤكدة أن سقوط حلب بيد نظام الأسد سيهدد المنطقة بأكمالها التفاصيل في سيقه هذا التقرير أعدد نازحين من شرق حلب يرتفع إلى عشرين ألفاً خلال أقل من ثمانين وأربعين ساعة وترتفع معه واتيرة القصف على المدينة المدمرة واتيرة نزوح من الأحيال التي سيطرت عليها قوات النظام في شرق حلب ما زالت مستمرة باتجاه الأحيال التي تسيطر عليها المعارضة فيما شهدت الأحيالة باتت تشكل خطوط المواجهات أيضاً حركة نزوح مكثفة للأهالي يأتي ذلك فيما اعتقلت قوة الأسد مئات الأشخاص الذين اضطروا للفرار في شرق حلب بينما بات أكثر من ثلاثمائة شخص في عداد المفقودين حالياً المعارضة السورية وفي مؤتمر لها بشان حلب دعت الفصائل المتواجدة على الأرض إلى توحيد الصفوف بهذه البرحلة الحريجة وجددت رفضها الخروج من المدينة أو الاستسلام كما أكدتنا السقوط حلب بيد نظام الأسد والميليشيات الموالية له سيهدد المنطقة بأكمالها شرق حلب إذن بات شبه خالي من المدنيين ومن كل وسائل العلاج والإسعاف بينما تنتظر المنظمات الدولية موافقة نظام الأسد على إدخال المساعدات لمن تبقى هناك وضع كارثي استدعى رئيس مجلس حلب لعقد مؤتمر عاجل بمشاركة وزير الخارجية الفرنسي دعا خلاله المجتمع الدولي والأسد لفتح ممر آمن لمساعدة المدنيين على مغادرة المدينة المحاصرة بينما ذهبت فرنسا لعقد اجتماع للدول الصديقة لسوريا مقرر الشهر المقبل كاشفة أنها كانت تقدم دعما ماديا ومعنويا بشكل سري للمعارضة في حلب وفي إطار المبادرات الدولية أيضا لحل هذه الأزمة ترحت كل من مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار للتصويت على وقف إطلاق النار في المدينة لمدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية للسماح بإدخال المساعدات المشروع أيضا يؤكد على ضرورة ضمان ألا تمرى الانتهاكات التي ترتكى في سوريا دون عقاب من جهتها قالت بريطانيا أن طريقة الوحيدة لإنهاء الصراع في حلب وسوريا هو أن يقوم الأسد وداعموه بتغيير سياساتهم ووضحت أن الأمم المتحدة لديها خطة لإغاثة السكان في شرق حلب وإخلاء الجرحة وأن المعارضة وفقت على هذه الخطة عبر الأقمى الصناعية مباشرة من إسطنبول ينضم لنا الأستاذ جورج سابرة عضو الهيئة العليا للمفاوضات سيد جورج مساء الخير أهلا بك معنا إذن في ظل الحرك العسكري على الأرض في حلب في ظل أيضا التحرك الفرنسي لعقد اجتماع بشأن حلب ما دور المعارضة السياسية؟ ما التحركات التي تقومون بها بهذا الصداد؟ التحركات الحقيقة مكثفة باتجاه أصدقائنا في المنطقة وأعني بها تركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج واليوم بالذات كان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض هجاب في زيارة رسمية لأنقرة جرى لقاء مع السيد مزير الخارجية التركي وبحثوا شؤون حلب بالتفصيل من الناحية العسكرية والسياسية والإغاثية أيضا كذلك هذه الاتصالات تتناول أصدقائنا في باريس ولندن خاصة في إطار التحضيرات التي تقوم بها فرنسا لعقد الاجتماع المأمول في العاشر من الشهر القادم لدول أصدقاء الشعب السوري التي طال غيابها ونأمل أن تسد ثغرة فيما يجري طيب تطمينات التي حصلتم عليها من الجانب الفرنسي أيضا ومن الدول الصديقة للشعب السوري أيضا نوع الدعم الذي سيقدم لكم في هذا الصدد دعينا نتحدث بصراحة ليس هناك الكثير من موضوع التطمينات لأن الوضع في مجلس الأمن معروف أن لا آمال كثيرة فيه بسبب قدرة الفيتو الروسي على تعطيله وقد دأب على تعطيل هذه المؤسسة السياسية والأمنية والإنسانية منذ سنوات طويلة بدأت في عام 2012 وكذلك أيضا في المجال الإغاثي لأن الروس يصرون على تعطيل حتى القرارات التي شاركوا في صنعها وأعني بها القرار 2254 وخاصة بمندرجات العملية الإنسانية أعني البنود 12 و13 و14 المطلوب في فك الحصار خاصة وأن حلب تعاني حصار منذ أكثر من مئة يوم لم يدخلها رغيف خبز واحد لم تدخلها قطرة دواء لم يدخلها أي نوع من الإغاثة لذلك هذه الجرائم البشعة التي يراها الناس في بيوتهم بالصوت والصورة هي نتيجة لهذا الحصار ونتيجة للاستفراد الروسي نأمل أن تكون الجهود الدولية تلعب دور في إيقاف هذا الاستفراد في إطار الجهود الدولية والاجتماع الطارئ الذي سيعقد في مجلس الأمن بشأن الوضع في حلب هل حصلتم على وعود ربما في احتمالية حدوث تدخل دولي لإنقاذ حلب هل هناك أي احتمال من هذا النوع؟ الحقيقة هذا الاحتمال من الواضح غير وارد الآن خاصة وأن الإدارة الأمريكية بانسحابها من المنطقة ومن القضية السورية بالذات وترك الميدان مفتوح أمام الروس والإيرانيين لأن يرتكبوا جميع جرائم الموصوفة بما فيها استخدام السلاح الكيماوي وغاز لكلور والبراميل المتفجرة والصواريخ المجنحة والاهتزازية للأسف لا تتوفر إرادة دولية لكبح هذا الاندفاع الإجرامي التي تقوم به العسكرية الروسية والإيرانية بما أن هذا الاحتمال غير وارد ماذا بالنسبة لمطالبات مجلس حلب بممر آمن للمدنيين هل من أذان ربما صغير هذه المطالبات هل تستطيعون كمعارضة سياسية دعم هذا الطلب على الأقل وتوفير هذا الممر الآمن للمدنيين في حلب نحن نقدم هذا المطلب في كل ميدان إقليمي ودولي نكون فيه خاصة بعد أن تبنت أيضا الحكومة التركية هذا المطلب وهو مطلبنا بالفعل وحاجة الآن في إطار حلب يزداد أكثر فأكثر لأن الذين يهربون من جحيم القاذفات الروسية ينالهم الموت ينتظرهم في مكان آخر وها هي الأخبار تحمل من حلب اعتقالات لأكثر من ألف شاب اضطروا لمغادرة أماكن الخطر كذلك أيضا العديد من النساء والأطفال اليوم تزداد أهمية طرح هذه القضية من أجل إيجاد منطقة آمنة يمكن للسوريين أن يهربوا من جحيم القصف إليها إضافة إلى قصف النازحين اليوم صحيح أستاذ جورج خذل كل هذا الآن ما مصير العملية السياسية من يمكنه أن يتحدث عن العملية السياسية في ظل هذه الظروب للأسف الروس يضربون العملية السياسية مع كل قذيفة تحطم حياة في حلب يتحطم شيء من العملية السياسية ومعروف أن الإيرانيين لا يريدون هذه العملية السياسية من الأساس ما زالوا يشجعون النظام يغذون أوهامه بقدرة الحل العسكري على حسم الأمر لذلك مطلوب من المجتمع الدولي مطلوب من مجلس الأمن الذي صاغ القرارات وأصدرها أن يدفع الطرف الروسي بالأساس لأنه أحد الشركاء في العملية السياسية على الالتزام بهذه العملية السياسية وشروطها ومندرجاتها أشكرك جزيلاً على هذه المداخلة معنا الأستاذ جورج سابرة عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية من أسطنبول كنت معنا عبر أخمس تنعية شكراً لك ترجمة نانسي قنقر